السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزكاة الصناعية أصبح هو المستقبل للعلم كل اللي هيقدر يتحكم في موضوع الزكاة الصناعية ده هو اللي هيقدر يسيطر على اقتصاد العلم وهيسيطر على العلم ككل أصبح الزكاة الصناعية هو المورد الأقوى اللي بيحدد مصير الأمم في المستقبل في عام 2017 مجلس الدولة الصينية كان حطت خطط على اساس ان السين لازم تكون من الاول دولة عالميا في مجال الزكاة الصناعية بحيث ان هما يستثمروا في الزكاة الصناعية 150 مليار دولار أمريكي على سنة 2030 بحيث ان هما الروبوت وزكاة الصناعية يقدر يحل محل 800 مليون عامل بحلول عام 2030 أي خمس مجموعة القوى العاملة في العالم طيب احنا ده وقت نتكلم على موضوع الزكاة الصناعية وهنضمج معها البيم لان اصبح البيم شبه جباري في فدول كثيرة جدا مبقاش فيه مشاريع ان فتعمل من غير البيم وهنشوف ايه الموضوع الزكاة الصناعية وتعلم الآلة artificial intelligence وال machine learning ازاي دخلوا في مجال قطاع البناء ومجال الانشاء طيب ايه هو زكاة الصناعية هو قدرة الآلة انها تحاكي وتعمل زي العقل البشر وهو طريف عمله يعني اللي عايز يخش في زكاة الصناعية لازم يكون عنده زكاة طبيعة او فاهم ايه هو الزكاة فهي بتقلد الانسان في قدرته على التفكير والاتشاف والاستفادة من التجارب السابقة وطبعا فيه تطورات كتيرة في الموضوع الزكاة الصناعية وكل يوم هو بيكتشف حاجة جديدة وبيقدر يعني كان الاول التحادي اذا كان صناعا انه يلعب شطرنجي وتغلب عكسد على اقوى واحد في العالم في الشطرنج عملها واصبح الموضوع ده سهل جدا من نسباله الشطرنج قواعد معروفة فبدأوا يدولوا اللعب مالهاش قواعد معروفة بدأوا يدولوا اللعبة ويخلوه يستنتج من انه يلعب ويفشل القواعد لات اللعبة يعني مش بيبرمغ على الحاجات اللعبة اللعبة اللي هي فيه قورة وتخبط في بعصائها لما تخبط تترد وانت من ناحية تانية تعملها هو هكذا فالدوء الآلة مغير ما يبرمجوها وقدر التكتشف في الموضوع ده فاحنا عندنا المشين من الانبج اللي هو تعلم الآلة اللي هو الامل اللي بش الامل اللي سجاير فتعلم الآلة احد فروع المنبسقة من علم ذكاء الصناعي اللي هو الال اللي هو القائم على برمجة الحواسيب بمختلف اشكالها لتصبح قدرة على اداء المهام وتنفيذ الامر اللي هي مكلة بها اعتمادا على البيانات وقدرتها على التحليل ونحاول قدر امكان نقلل تدخل البشر في توجيهها او نلغيه تماما طيب مصطلح الذكاء الصناعي او مصطلح تعلم الآلة دوت كان ظهر من سنة 1959 في مختبرات ونحن نعمل حاجة زي كده بحيث ان يبقى فيه اعتماد على تحليل بيانات المدخلة للكمبيوتر وتنفيذ الامر مطلوب منها مغير تدخل العنصر البشر طيب عندنا تعلم العميق او تعلم المتعمق حسب الترجمة اللي هو ده مجال كواز جدا ان احنا بنعمل نظريات وخارزمير نخلي الآلة هي تتعلم بنفسها واتفرق بنفسها واتقدر تستندج الحاجات بنفسها مغير ما احنا نتدخل ومن الحاجات الطريفة في موضوع التعلم العميق دوت انهما كان عندهم فيه كلب معين شبه زئب بعيش فيه الكتب الجنوبي فالاتنين دول شكلهم قريب او من بعض فازاي اسم واشعرف هسكي او حازا كده ازاي يفرق بينهم فبدأوا يدخلوا صور كتيرة للآلة ومن خلال تعلم العميق قدرت تفرق بين الكلب وبين الزئب هما عند الكلام الصغربيين اكتشفوا ان الآلة بتركز على الخلفية الصورة فلو هي جليد يبدأ زئب لو هو في البيت يبقى تعرف ان ده كلب هو بيحفظه هو بيديله المعلومات هو يبدأ استنتج يعني تدينه مثلا صور قطة كتيرة وصور كلب وتقوله دي قطة ودي كلب وهو بعد كده يبدأ استنتج لما يشوف صورة جديدة الكلب جديد او القطة جديدة يقدر يكتشفها ممكن برضو البرنامجة مثلا يبدأ يدور على الصور السيئة او المشاكل ويعمل لها دليت اعتمادا على دراسة للجسم البشري وهكذا المصطلح الذكاء الصناعي يشير للانظمة او اللاهزة التي تحاكي الذكاء البشري لكي تعمل المهام المطلوبة منها غير تدخل الانسان تعال نشوف امثلة للشيء مثلا نستخدم روبوت المحادثات بتاع الذكاء الصناعي انها تشوف مشاكل العملائي بدلا ما تعاين الناس كتير جدا مثلا الفيسبوك لو عايز يرد على المشاكل هيعاين مثلا خمسين الف واحد ممكن يبدأ يشوف واحد سأل سؤال كانت اللي جاوب تحته كذا فبيبدأ يعمل روبوت يجاوب على الاسئلة دي او اليوتيوب على سبيل المثال انت مثلا تفرجت على الفيديو دوت هتلاقي في الجنب كده واكتراحات لحاجات تشوفها الحاجات دي مش عشوائي هي مناسبة لك انت مش مناسبة لحد تاني لو انت عامل ساين ان فهو بيبدأ يشوف انت تفكر في ايه وتشاهد ايه يعني انا مثلا عمرو بشوفت ماطش كورك في حياتي وملح القروية مستحيل هيكترح علي قولي تفرج على ماطش الاهل والزمالك والناس دي لا ما عمشو اسمها اللعيف في الكوري فهي الفكرة كلها بيبدأ يدرس انت بتفكر في ايه ويبدأ يجيب لك الحاجات اللي مناسبة لك انت فعلمة للزكاة الصناعي بيتم تطويره عشان يساعد العقل البشري وتطوير العمال وطبعا كل شوية الشغل بيتعقد فهو بيسهل علينا ويوجد حلول للموضوع ده ففي نوع من انواع التفكير السوبر وتحليل البيانات وطبعا ممكن نعمل روبوت يبدأ يبني يبدأ يتحرك وهكذا فبيقولك ان مثلا ممكن نستخدم بعض التطبيقات للزكاة الصناعي يخفض تكلفة مشاريع البنية التحتية العملاقة لخمسين في المئة يعني لو تكلفك مليار تكلفك مثلا خمسمائة مليون تمام؟ فطبعا نركم كبير جدا فعشان كده بيقولك لازم نهتم بموضوع للزكاة الصناعي الزكاة الصناعية في التصميم يعني حتى انت بتصمم ممكن هو يساعدك بدل ما انت تتفكر وهكذا يبقى هو يساعد عليه انا عرف مثلا مهندس كان معه مجموعة من الرسمين فكان كل شوية يشرح لهم حاجات يقول لهم ايه بدل ما هو يقعد يعمل يقول لهم بصوا لما تبقى الغرفة في سحيتها كذا حط مثلا سبرينكلار حط اثنين حط ثلاثة وهكذا فهي فكرة كلها بقى كمبيوتر نفسه انت ممكن تبرمجه بانه مثلا ايه لما يلاقي الغرفة دي حط كذا يوزحها بكذا تبدأ تفرغ الكود في قلب البرنامج نفسه ويتقول له مثلا لو فيه تعروضات حل تعروضات يعني احنا نتكلم ودي موجود انا شفتها في برامج من سنة 2007 شفتها بنفسي برامج في البيم لما يلاقي المشكلة حلها يقول لك مثلا ان انا عندي تعروضات حاجة خط في حاجة طبعا انا اكتر حاليك ننزل ونطلع طبعا بيبقى دارس ايه المصورة ديت ما ينفعش مثلا في الدرينج ينزل ونطلع بيكون مثلا مصورة مية مثلا فبيبدأ يشغل معاك وفيها بحاس كتير في الموضوع دوت ازاي نعمل خوارزمات قادرة على الذكاء لتحسين التصميم الخوارزمات التصويرية مهمة جدا ان كل فنين ومصممين والمعنسين يستخدموا الحاجات دي في التصميم هو يبدأ يورينه مثلا تصمات كتيرة هو يبدأ يشوف انسب حاجة بالنسبة له طبعا من دبن الامثلة اللي هو الرئيس ترامب لمفاز اول مرة كان بعد مفاز ده هو شارك في موضوع الذكاء يعني طبعا ما عندهوش ذكاء طبيعية عشان يبقى عنده ذكاء صناعي بس الناس اللي معاه في الفريق يبدأ يعمل له علنات بذكاء صناعي يبدأ يشوف الشخص ده طبعا الحزب بتاعه ولا حزب ضده لو طبعا الحزب بتاعه يبدأ يحط له علنات خاصة بأنه ينزل الانتخابات لو طبعا الحزب اللي ضده بيش هيقدر يحول فكرة بتاعه فيحط له علنات انه لازم نقاط على الانتخابات طيب كان فيه فيلم أنا شفته اسمه هير هير كان فيه زي برنامج على الكمبيوتر زي سيري اللي هو موجود في الايفون أنا معي اندرويد بس مش عارف الحاجة اللي هو اسمه بس هو فيه برنامج جوه الاندرويد برضو بيعمل نفس الحاجة ان انت بتتكلم وتديله اوامر وحاجات زي كده انا مش فكر ماكسموم تقريبا تبدأ انت تتكلم معي وتقول مثلا انا جعين فهو يقولك يجبلك المطعم اللي حواليك وحاجات زي كده الفيلم هير لطول الوقت اعمال يتكلم على درجة ما وانس يتكلم مع اي حد في الفيلم غير الكمبيوتر وبعد كده الصادر مكتشف ان البرنامج بيتكلم ناس تانية مش هو بس طيب فحاس انها بتخونه طيب ممكن انت في المستقبل تروح مسك المايك وتروح اقله قاله انا عايزك صمام لمنزل مساحة 5 دوار على مساحة 20 متر بتصميم زي الكوب الزي فهو صمامها لك ويجيبها لك بخالي من الشوائب والتعارضات والحاجات داي وتواقع الموضوع ده قريب جدا يعني مثلا خمسة سنين حاجة زي كده تمام فممكن قبل ما تخلص المقال وانت بتسمعني تجونا عمل بحاجة زي كده فحتى في شركة ادوب ببدأ تستخدم زكاة صناعة كتير انا شفت بعض التصميمات كده موجودة ان انت بتشغبط بعض الشغبيت طول مثلا انا عايز اعمل مثلا هاتش للأرضية و هاتش للمية و هاتش لكذا يحوالك حاجة دي لمنظر طبيعي محدش يقدر يفرق بينه يقولك بديم الصارب الكاميرا دي منظر طبيعي منظر طبيعي تمام طبعا عارف الناس كتير هم معارضة للكلام ده بس خلولنا نكمل هو التطور بتاع زكاة الصناعية رهيب جدا و لازم نعترف بكده و اصبح فيه درونز بيبعندها زكاة الصناعية لانها تاخد الحاجات و تبدأ تحطها مش لازم تبقى ماسك انت التحكم او الريموت و تتحكم فيها و يدخلوا فيها موضوع الزكاة الصناعية بحيث انها تطبق و تغلط و تستفاد من اخطاقها و ما تكررهاش و تعرف ايه فين الغلط و الحاجات دي كلها و برضو موضوع تشغيل المبنى بعد ما تبني برضو بقى فيه نوع كتير من الزكاة الصناعية و طبعا كان فيه مشكلة حصلت من فترة كده على موضوع الوجه الاسود للذكاة الصناعية كل نحن نقوله ده حلو بس فيه مشاكل يعني حتى ايلون ماسك كان بيكلم على الموضوع دوت ان الالات هي تنتصر ما تمنع مني طورها بالشكل القوى جدا و بيرك ان الخطر اللي بتشكله زكاة الصناعية اكبر بكتير من كوريا الشمالية و فيه ناس كتيرة زي ستيفن هوكينج كان بيتكلم على قدرة الزكاة الصناعية على الهدمير البشرية وتطور زكاة الصناعية بالشكل دوت ممكن ينهي الجنس البشر فهنا لازم نكون بنطور بس بشكل قوي بشكل حريص بشكل فاهم هو بيعمل ايه تمام يعني فيه برضو واحد من دم اللي هو مايكل فيزر و كان بتكلم على مضوع لو احنا عملنا زكاة الصناعية عاطفي بقى تمام فهتبقى مشكلة كبيرة جدا يعني ممكن لاجناس البشرية تنقرديو ممكن يبقى فيه قانون يقولك انت ممنوع ان انت تتهين او تبع عنصري ضد الالات و حاجات زي كده تمام فلازم يكون فيه تطوير بس بحرص شوية عشان ما ندمرش الجنس البشر ما ندمرش نفسني يعني تمام فلازم ما نخافش من الموضوع و فيه ناس كتيرة جدا مع ان زي مارك زكربرج بالجيتس ناس كتيرة ان الاستفادة اللي احنا نحن نحن بزكاة صناعية هكون اكبر بكتير من احتمالية المشاكل اللي ممكن تحصل تمام يعني النوع من انواع التكنولوجيا اللي او نوع من انواع الحاجات الوفارات اللي انا التدفئة و وصيلة للطبق وممكن تسبب في دمار فهي دي الفكرة ان انت تقدر تسيطر عليها بحيث انها بس لازم ما ندخلش في عصر العبودية لزكاة صناعي لا احنا نكون معتمدين على نفسنا وهي اداة وطولز للموضوع دوت كان مارك زكربرج بيقولك انا مش فاهم الناس اللي رفضة فكرة زكاة صناعي وشايفين نواس انه نهاية العالم ده حاجة خطيرة جدا ولازم احنا نطور طيب لونا عايز ابدأ ابدأ ايه يعني انا طبعا ممكن تتعلم لغاية كثيرة جدا زي سي و سي بلاس بلاس والجابة اللزب البرولوج البيسون انا برشح لك البيسون لان هي السهلة وبسيطة وليها مصادر كثيرة في التعلم وفيها مكتبات كثيرة جدا انت بتعلم مع الصور زي 3D والمايا والVTK والباسون اميجنج ليبرري والفلتوريزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيز لذكاء السماع